بقرار رسمي آيا صوفيا يعود مسجدا للصلاة بعد أن كان متحفا لعقود المرسم التاريخي بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد وقعه الرئيس التركي رجل طيب أردوغان بعد قرار من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف قرار استقبل بترحيب رسميا وشعبيا واسع بعودة هذا المبنى إلى وضعه التاريخي لأسبق في عهد الدولة العثمانية لاغيا بذلك قرر مجلس الوزراء التركي عام 1934 بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف عودة مسجد آيا صوفيا إلى وضعه الطبيعي قوبلت بانتقادات دولية رد عليها الرئيس أردوغان بوصفها هجوما على سيادة التركية ومؤشرا على العداء للإسلام ويعد مسجد آيا صوفيا الواقع في منطقة السلطان أحمد بالقسم الأوروبي من إسطنبول أحد أهم رموز فتح القسطنطينية الذي جرى على يد السلطان محمد الفاتح قبل 567 عاما حيث اشترى السلطان الكنيسة وحولها إلى مسجد وظل كذلك لمدة 481 عاما حتى تحويله إلى متحف في عام 1934 كما يعد المسجد صرحا فنيا ومعماريا فريدا ومقصدا للسياح من جميع أنحاء العالم بفضل أعمال الترميم والإنشاءات التي صممها المعماري العثماني الشهير سنان وتضمنت إضافة المآذن الشهيرة إلى المبنى العطيق